تصعيد في الجنوب لمنع عودة الحكومة ثم يعلن التحالف تمديد الهدنة مع ميليشيا الحوثي هل أخفقت الرياض في كسر الانقلاب جنوباً وشمالاً؟ أم أنه تقاسم الأدوار بين الميليشيات والتحالف؟ أهلاً بكم قبل أسبوعين أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هدنة من جانب واحد رفض الحوثيون والسمر بعملياتهم العسكرية باتجاه مارب وقصفوا مناطق مدنية في أكثر من موقع بالرغم من أن هذه الهدنة يقول مراقبون ولدت ميتة بسبب رفض الحوثيين لها واعتبارها علامة ضعف ومحاولة للتنصل من المسؤولية عن هزيمتهم في مارب كما جاء على لسان مسؤولين حوثيين إلا أن السعودية بادرت مرة أخرى بإعلان تمديد الهدنة لمدة شهر في نفس الوقت يستمر فشلها في إحداث أي تغيير على صعيد تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي فقد أعلنت الحكومة أن الانتقالية منعها من العودة إلى عدن المساهمة في معالجة كارثة السيول الحقيقة أن المتابع يتساءل هل منع الانتقالي الحكومة من العودة إلى عدن بالفعل أم أن المنع جاء من السعودية خاصة أن الحكومة عادت من مطار الرياض قبل أن تتحرك الطائرة ولم تعد من الأجواء بحسب مصادر إعلامية اليوم وبعد مرور أكثر من خمسة أشهر على توقيع اتفاق الرياض لماذا تبدو السعودية راغبة بالظهور بمظهر العاجز وكيف يمكن قراءة تعنت المجلس الانتقالي وسعيه لسيطرة على مزيد من الأرض والاتجاه إلى سقطرة بدلا عن ترتيب خطوات عودة الحكومة وتنفيذ بقية بنود الاتفاق أعلن التحالف تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر بناء على طلب المبعوث الدولي لليمن مارتين كريفت لإتاحة الفرصة لإحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم واستئناف العملية السياسية إلا أن المعارك لم تتوقف فقد أعلن الحوثيون رفضهم وقف إطلاق النار واعتبروا هذا الإعلان مناورة سياسية وإعلامية تهدف للتشويش على الرؤية التي قدمتها الجماعة إلى الأمم المتحدة بشأن الحل في اليمن وعلى الرغم من رفض الحوثيين لإعلان وقف إطلاق النار وعدم التزامهم بالهنة المعلنة قبل نحو إسبوعين واستمرار العمليات العسكرية من جانبهم باتجاه محافظة مأرب جددت السعودية تمديد وقف إطلاق النار يتزامن ذلك مع حالة تصعيد في المحافظات الجنوبية والتي كان آخر تجلياتها منع الحكومة من العودة من الرياض إلى عدن للمساهمة في معالجة آثار السيول التي أغرقت المدينة قبل أيام إضافة لتحركات العناصر التابعة للانتقال في جزيرة سقطرة في حين توزع السعودية مبادراتها لإنهاء الحرب في المحافظات الشمالية مع ميليشيا الحوثي تبدو في الجنوب غير قادرة على تحقيق تقدم في تنفيذ أي من بنود الاتفاق الذي رعته بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات الأمر الذي يثير التساؤلات عن مدى جدية السعودية ورغبتها في تنفيذ اتفاق مرت كل المراحل الزمنية لبنوده دون تنفيذ وما إذا كان تعنت الانتقالي يأتي بتنسيق تام ورضا من السعودية التي اختارت أن تلعب دور الوسيط من أجل إبقاء الحالة اليمنية في مستوى معين من الانهيار والضعف المسيطر عليه مجدد أترحب بكم مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني كل عام وأنتم بألف خير كما أرحب بمن ينضم لنا فيها دكتور عبد الباقي شمسان أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة الصنعاء أهلا بك دكتور وكل عام وأنت بألف خير كل عام وأنت بخير والشعب اليمني بألف خير بإذن الله أهلا بك دكتور إذن دكتور ما هو تفسيرك لمنع الانتقال من عودة الحكومة الشرعية إلى عدن رغم وجود قوات سعودية وهيمنتها يعني هيمن السعودية على مجريات الأحداث في عدن كما تفيد التقارير الإخبارية الخطوة هي تعتبر استراتيجية يعني معنا أنها خطوة في إطار استراتيجية تثبيت الجماعة المجلس الانتقالي كسلطة واقعية في المناطق القنوبية كما تعلم الإمارات ضغطت مع السعودية على اتفاق الرياض اتفاق الرياض منح المجلس الانتقالي اعترافا به كطرف من أطراف النزاع وبالتالي الآن عندما تأتي هذه الخطوة برفض عودة السلطة الشرعية هنا تأتي المقارنة بشكل واقعي وليس بشكل مرجعيات نظرية ودستورية من هي السلطة الواقعية في الأرض؟ هنا نقول المجلس الانتقالي وهذا يعزز من مكانة المجلس ويجعل الأطراف الدولية والإقليمية تدعو إلى الحوار معه وتفاهمات وهذا يعني تعزيز مكانة المجلس الانتقالي كطرف رئيس في المعادلة وهذا على حساب الصولة طبعا هذه الخطوة اعتقد درست بعناية درست بعناية مطلقة وبالتالي المجتمع الدولي لا يتعامل مع مرجعية دستورية ونظرية يتعامل مع من هي السلطة الواقعية التي تدير الجغرافية على مستوى الواقع الحوثيين تم التعامل معهم على هذه الشكلة واليوم يتم التعامل مع المجلس الانتقالي هذه الأخطاء الاستراتيجية طبعا هي أخطاء للسلطة لكن هناك أيضا ما هو خطط وكان أكبر من قدرات السلطة التي كانت حسنة النية مع التحالف العربية ولم يكن لديها استراتيجية أو حتى تحركات في منتصف الطريق لتعديل ما كنا نعرفه جميعا من ما استأول عليه النتائج وهذه النتائج هي مخرجات لتلك العمليات التي بدأت بالمجلس الانتقالي والماليشيات والنخب وإضعاف السلطة الشرعية وإعاقة الوزراء كل هذا هو الحصيلة الآن نحن أمام ربما ضغط سيرتفع الضغط أكثر تحت وقع الظروف الإنسانية وسيتم أيضا إيجاد تسويات ربما باتفاقية دولية أو ربما باتفاقية إقلامية تكون أيضا معززة للعلاقة بين السلطة والمجلس الانتقالي كقوة واقعية وهذا الآن لا نستطيع بعد ذلك أن نقول أنها ماليشيات تابعة للإمارات أو تدفع لها نتحدث عن مجلس الانتقالي يدير جغرافية في المناطق القنوبية وأعتقد أن ليس هناك حل سياسي لأن المشروع مقطط له الحل كان الوحيد مع هذه الجماعات هو أن تعود السلطة بقوة وأن تفرض سلطتها بدلا لأن لا حوار يبدي مع المجلس الانتقالي تماما كما هو مع الحوثيين نحن أمام استراتيجيات ما يسمى إضعاف السلطة الشرعية حد الانتهاء يعني حد تصبح مقرد مرجعية على مستوى المرجعيات الإقليمية والدولية ليس أكثر ولكنها لا تدير الحياة وهذا طبعا يهز مكانة السلطة الشرعية عندما يتم منع رئيس الحكومة من العودة أو نزول طائرته في مطار عدن كما هو في السابق عندما الإمارات هددت بعدم عودة الرئيس الانتقالي أعتقد الآن نحن أمام مرحلة في غاية الصعوبة لأن في السابق تم منع رئيس الجمهورية وتهديده واليوم رئيس الحكومة وقبلها وزراء منوع من التحرك إذن نحن أمام عمليات إنهاء للسلطة الشرعية طبعا كل الأطراف الحوثيين المجلس الانتقالي الإمارات السعودية إيران كل هؤلاء الأطراف متفقين تماما بغض النظر عن اختلافاتهم وصراعهم إنه مشاريعهم في اليمن لا يمكن أن تتحقق إلا بإنهاء السلطة الشرعية وتجزئة الجغرافية اليمنية ولهذا تلاحظ الأطراف الآن يتحركون على هذا المنوال أول هدف وإنهاء السلطة الشرعية وإضعافها ثم يجد هويتين وطنيتين وهذا يسهل على إيران أن تسيطر على الجغرافية الشمالية ويجعل من السعودية والإمارات تسيطر على المهرة وتسيطر على الجزر والمواقع الممرات الدولية بالتالي نحن أمام مخطط كبير وأمام سلطة مشلولة وضعيفة وفاقدة حتى للشعبية أو الحامل الجماهيري لها رغمنا إذا تحركت حليلا ربما تستعيد زخم الشارع وربما تحجز لو تحركت الحكومة قد تسعيد زخم الشارع طيب دعنا نشرك معنا في هذه النقطة بالحوار السيد عدل الحسني ناشط السياسي والحقوق الذي ينضم لنا من عمان أرحب بك سيد الحسني يعني فيما يتعلق بالوضع يعني يتحدث الدكتور عن سيناريو أن كان هناك في يعني ما يحدث الآن في الجنوب تم منع رئيس الجمهورية ثم رئيس الحكومة وبعض الوزراء من الدخول إلى عدن أو من العودة إلى عدن كان الحال وإن كان بشكل آخر أو مختلف هم غير متواجدين أيضا في صنع عاصمة اليمنية يعني كيف وصل الحال لأن تكون ميليشيات هي المتحكمة بالمشهد في شمال الوطن وجنوب بحسب تقديره بسم الله الرحمن الرحيم أولا شهر مبارك علينا وعليكم وعلى المسلمين الجميعين بالنسبة لما يقري في اليمن يا أخي الكريم هو نتاج لمؤامرة كبيرة حصلت في الوطن العربي للقضاء الربيع العربي كما يعرف الجميع وكان لليمن أن نصيبها في ذلك ففتح الطريق أمام ميليشيات بحوثه للوصول إلى صنعها أمام مرأة ومسمع العالم كله وهرب رئيس الجمهوري أنذاك عبد الربا مصر هدي إلى عدن ثم نزلت الميليشيات إلى عدن وهرب الرئيس إلى المملكة العربية السعودية وحينها أعلنت المملكة العربية السعودية عاصفة الحزم ولها أهداف ظاهرة ولها أهداف ظهرت فيما بعد الأهداف الظاهرة الكاذبة وهي استعادة الشرعية في اليمن لكن تبين مع الأيام أن لهم مصالح في جنوب اليمن لهم مصالح في باب المندب لهم مصالح في الإقوان لهم مصالح في الممرات التولية وهذا أصبح يعني معروف للصغير والكبير والمتعلم والجاهل حتى الشرعية الأسف تتآكل تتآكل من الداخل تتآكل يعني سمعتها تتآكل رصيدها كل يوم أكثر وربما تصل إلى مرحلة تكون يعني في حفظ المشلول أو حفظ المشلول تفضل بالبقاء معي سيد الحسن يعود إليك دكتور عبدالباقي الشمسان في حي يعني في سيقل حديث عن العودة إلى الفعل يعني لم يصدر أي تعليق كما يبدو على ما حدث من إعاقة رغم معاناة أبناء عدن الآن حاجتهم لتفعيل مؤسسات الدولة في هذا الوقت خاصة بعد ما حدث من سيول وأمطار في عدن ومناطق أخرى ومسألة تقديم الخدمات العاجية لكن الآن في ذات هذا الوقت يحدث من قبل التحالف لتمديد هدنة مع ميليشيات الحوثي هل يجب علينا قراءة المسألة أو الحادثتين في إطار متسق في إطار استراتيجية واحدة أم أن كل حدث منفصل عن الآخر لا هناك تكامل بين طبعا عندما تغيب الدولة في مثل هذا التوقيت هذا معروف منذ دخول التحالف إلى عدن ويسمى بحرب الخدمات بمعنى أن تعيق الدولة من القيام بوظائفها بما يخلق نوع من الإحباط ونوع من عدم الثقة بالسلطة الشرعية وبالتالي هذا يعزز الخطاب للمجلس الانتقالي خطاب فشل السلطة خطاب الفشل خطاب عدم التغيير يخلق نستولوجيا للماضي إلى آخر بالتالي عندما تغيب السلطة في مثل هذا التوقيت عمل مدروس بمعنى أن هذه السلطة في هذا التوقيت الذي فيه المواطنين في ظروف كارثة وطنية كبيرة جدا كان ينبغي وإذا اجعلت السلطة الشرعية وقدم لها الدعم فإنها ستعيد اتقال مواطن وهذا غير مطلوب المطلوب هو أن يتزداد سورتها سوءا ورفضا من أبناء المناطق الجنوبية العنصر الآخر طبعا السعوديين في محاولة التواصل مع الحوثيين هم الآن يبحثون عن نقط التقاء مع الحوثيين رغم أن هناك تخوفات من أن إيران وأن الحوثيين ليس هم ملكيين الستينات لكن هم يراهنون أيضا هم يعرفون هذا الكلام يقولون أن الحوثيين لابد من إضعافهم كما هو الحال عندما أعطوا الضوى الأخبر والدعم للإنقضاض على تجمع الإصلاح بمكوناته القبلية والسياسية والحزبية والعسكرية في صنعاء هم الآن أيضا يخططون أن لابد من المجلس الانتقالي الجنوب يسيطر وإصبح سلطة واقعية ونبحث عن اتفاقية توازي استوك هولم بمعنى اتفاقية دولية مرجعية دولية لحل هذه المسألة تحت ضغط الظروف الإنسانية كما كان في السابق ضخط حم الضنك ضغط التدهور المعيشي سيتم البحث الآن عن الكوارث عن أي مأساة إنسانية للضغط على إيجاد تسوية مع المجلس الانتقالي السعوديين والإمارات يخططون إلى أن الحوثيين يمكن أن نقد لهم نقطة التقاء ولكن خلال ذلك سيتم تعبئة الجماعات في بعض المناطق اليمنية لأنه سيكون هناك ثارات سيتم تتعمها بالسلاح وسيكون استنزاف للتقمع عليهم الإصلاح استنزاف للحوثيين استنزاف لكل القوى التغيير بالتالي سيتم استنزاف القوى اليمنية لأن لابد من بقاء اليمن بدون سلطة في جغرافية محددة لفترة طويلة حتى يتم بقاء الإمارات في القزر لأنها دخلت القزر دخلت الممرات دون أي شرعية أو اتفاقية مع السلطة الشرعية وكما هو الحال مع السعودين بالتالي هم يريدون فترة عقدة وأكثر ليصبحوا أمرا واقعا ويصبحوا هم متحكمين بالنخب متحكمين ب ليس هناك سلطة موجودة يمكن التفاوض معها برلمان لا يمكن أن يتخذ قرار أو العودة إليه وهذا ما يفسر عدم السماح للبرلمان بالإنعقاد أو ممارسة مهامه لأنهم يريدون إفقاد كل المؤسسات الدستورية تكون مفرغة من مهامها وبالتالي نتفاوض مع من؟ نتفاوض مع المجلس الانتقالي أو مع الحوضيين أو مع السلطة الغير قادرة على العودة هذا عمل مدروس مؤسس ولذلك أعتقد أن أنا دائما أقول الآن يعني إحداث نوع من التغيير بيد المجموعة الوطنية اليمنية أو الكتلة الوطنية اليمنية الهدف الآن هو كيف يمكن نخفف على السلطة الشرعية ونوقج كتلة شكل ضغط على دول التحالف تكشف هذه المؤامرة ولا تصبح السلطة الآن عبارة عن مجموعة شخصية فاسدة يتم يتربحون ويوظفون بقاءهم كسلطة شرعية وبنفس الوقت يعني ليس لهم أي ممارسة لحق السلطة الأصير في السيادة لذلك أعتقد أن صحيح أنه تم استنزافنا لخمسة وإنسان سنوات لكن ما زال هناك جماعات يمنية رافضة للمشروع العودة إلى التقويض الإلهي ورافض أيضا إلى أن يتم الانفصال ليس بهذه الطريقة التي تم التخطيط لها والترتيب لها من قبل الإمارات والسعودية بالتالي هذا لا يمكن قبوله مهما كانت شرعية المطالب في المناطق القنوبية لا يمكن يتم تزديئة الجغرافية اليمنية ويتم الاستيلاء على الممرات الدولية بهذه الطريقة ويجعل من حق الشعب اليمني يقاوم لاستعابة حقه الوطني فصل الجنوب عن الشمال هذا يتم اتخاذه فدرالية بالرغم من وجود مخرجات حول وطني لكن أيضا ليس هناك قرآن مقدس ينبغي أن يلتقي اليمنين ويحددون شكل الدولة وليس بتدخل له أهداف في المهرة وله أهداف في سقطرة وله أهداف في منابع النفط وله أهداف في تدمير مناع عدن كل هذه العملية تعتقد أن دائما نقول وننجه القطاب لأبناء مدينة تعز وهي أنا دائما أعيدها وأكررها هي منطقة الاستنزاف وعلى هذه الجماعة أن تتحرك لا تنتظر حتى يحدث ما تم التخطيط له عليها أن شكل كتلة وطنية وأن تحافظ على سواحلها الغربية والمخة لأن هذا المشروع مهم وأن تتلاحم حتى نحاول أن نضع استراتيجية مقاومة للسعودية والإمارات الآن نجحة الإمارات والسعودية في تعزيز مكانة المدلسة الانتقالي الذي ينضمنا عبر الهاتف من برلين وهو البحث في العلاقات الدولية وأحب بك دكتور علي وذلك قبل العودة إلى السيد عدل الحسني دكتور علي في سياق أن الآن هناك إعلام من قبل التحالف لتمديد هدنة مع ميليشيات الحوثي فيما في ذات الوقت يعني استمرار لعرقلة أو تعرقل بالأصح وفشل كما يقول مراقبون اتفاق الرياض في المحافظات الجنوبية كيف تقرأ المشهد في اليمن الآن ولكن قد يبدو الموضوع مترابطا ولكن كل موضوع له قصوصيات وطبعا ضمن الاستراتيجية السعودية لدارة الأزمة في اليمن ودارة حرف اليمن يرتبط الموضوع عن الموضوع في الشمال في القتال مع الحوثيين وفي الجنوب ولكن الموضوع الآن لديهما فياقين مختلفين بالنسبة لهدنة مع الحوثيين التي أعناتها السعودية اليوم تمديدها المتشارية أعتقد هي موجهة للعالم الخارج وليست موجهة لداخل يمني يعني العالم الخارجي أمير عن المتحد منذ أكثر من شهر وطالب بوقف كل الصراعات والحروف في جميع نحن العالم ومضوع منها طبعا الحرب في اليمن باعتبارها يعني واحدة من الأماكن المشتائلة والتي تتسبب في أزمة ثانية غير ما سبوقة في العالم وكذلك لم يكن متعلقا بالوضع في اليمن ولا بما بما صيرورة الحرب على الواقع ولذلك أنكررتها السعودية رغم أنه في الواقع لا تجد هذه هدنة باعتبارنا الحسين رفض وهذه هدنة وبالتالي السعودية ليست منزمة بها وبالتالي الحرب تستمر يعني الحرب استمرت منذ أسبوعين وحتى مع هدنة مدة شهر وهذه لم تكن موجودة سوف تستمر الحرب أيضا باعتبارنا الحسين يرفضون هذه الهدنة ويطالبون أو يسحون إلى مكاسب أخرى بالنسبة للملف الجنوبي وبالنسبة لما شهدته مدينة عدن والتفعيد من مكتبه للمجلس الانتقالي هو صراع له أبعاد يعني محلية وقليمية هو صراع أول شيء بين المجلس الانتقالي وما يمثله من مناطق معينة في الجنوب وما يمثله من تاريخ معين في الجنوب مع الحكومة الشرعية يمنية ومع مجموعة الرئيس عبر بمصور هادي أيضا هذا صراع قد يكون متعلق بتاريخ الجنوب وتاريخ الصراعات التي كانت في الجنوب أيضا هناك تنافس بين المنطقة عربية السعودية والإمارات لا يمكن أن نعتقد أن هناك تحالف بين الإمارات والسعودية لأن الدولتان لديهم نفس المصالح في نفس المنطقة وبالتالي هذه المصالح لا يمكن أن تلتقي هناك تضارب مصالح يعني إذا حقنا الإمارات المصالح في الجنوب فلذلك سيأتي أولا الأحساب المصالح السعودية وبالتالي لا أعتقد أن هناك اتفاق وهناك تنافس بينهما الكل يستخدم أدواته الإمارات العربية المتحدة تستخدم أدواتها التي تتمثل في ميليشيات المجلس الانتقال والسعودية أيضا تستخدم أدواتها التي هي الحكومة الشرعية وأيضا وجودها العسكرية المباشرة على الأرض ونفوذها موجود في اليمن بالتالي المسألة هي تصبح تعقيد المسألة في اليمن نحن نشأت تعقيدا للصراع في اليمن سواء في مواجهة الخوفين في الشمال المسألة تتعاقد أكثر وأكثر الحرب تطول أكثر وأكثر وتأخذ صياغة أخرى مختلفة والمعاناة الإنسانية تزيد فالجنوب أيضا في عدن الوضع لا يبشر بأي خير لأن الاتفاقية التي عقدت اتفاقية الرياض لم تكن مستردة على أي شيء على عرض الواقع هي كانت اتفاقية لغرض تحقيق مصالح دول غليست بينها اليمن كانت تحقيق مصالح الإمارة والمتحدة والسعودية والطرفان ضغط على حلفاء من الوصول إلى هذه الاتفاقية التي كانت غرض منها تحقيق مكاسب لكل طرف وليس حل الصراع إنما مواصلة الصراع بالوسائل اتفاقية الرياضة لم تنفذ منذ شهرين كانت نفهم أن تدخل مرحلة ثانية منذ شهرين حتى الآن لم نصل إلى هذه المرحلة وأيضا لا أعتقد أنها ستحل لا أعتقد أن التفاقية ستنفذ في القريب العاجل لأنها مختلفة تماما الطرفان الذين وقعان على الاتفاقية كان لهم أراض أخرى المجلس الانتقالي كان يبحث بالدرجة الأولى على الشرعية على شرعانات وجودي اعتباره طرف سياسي محترف به من قبل الحكومة الشرعية للمنية أولا والقوى الإقليمية ثانيا وأيضا الحكومة الشرعية للمنية كانت بحاجة إلى العودة إلى عدن واتعادة مع وجهها وأيضا العودة من قتال لأن القتال ليست في مصلحتها لأن موازن القوى ليست في مصلحتها باعتبار الإمارات تقف وراء المجلس الانتقالي بالنسبة عندما تم المجلس الانتقالي ما يريده وهو الشرعية التي حصل عليها والاعتراف الأقليم والدولي الذي حصل عليه حاول الآن التملص من الشروط فراتها الاتفاقية والتي كانت تنص على أن يسلم سلاحه السقير والمتوسط وأن ينسح بمدينة عدن وهو لا يريد ذلك لأنه ليس لديه شيء أخير غير استلاح المجلس الانتقالي ليس قوى سياسية ليس لديه نفوذ أو قوى سياسية على الأرض ربما مناطق معينة تنتمي لها قيادات هذا المجلس ولكنه على الساحة الجنوبية بشكل عام ليس لديها ذلك النفوذ ولا يمكن أن نرمن استمراره في التأكير على الأرض الواقع من دون أن يكون لديه قوى مسلحة موجودة على الأرض وذلك يتمنع عن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاقية ويحاول القفض إلى المرحلة السياسية التي هي تشكيل حكومة وتعيم محافظين ودراء أمن لعدن وبقية المحافظة الجنوبية وبالتالي هو يعرق لهذه الاتفاقية الحكومة الشرية المنية أيضا تحاول التملص من الاتفاقية باعتبار أنها أتت على غير ما تريد هي فرضت عليها من قبل من ذكرها السعودية وتحضرها السعودية وبالتالي هي تحاول أيضا التملص من هذه الاتفاقية القرفان وقع الاتفاقية وهما غير راغبا في تنفيذها وبالتالي نحن نرى هذا المشهد وتقدنا هذا المشهد سوف يتكرر استقطابات سياسية وعسكرية ومعني أوروبا مرضوخ هنا أو هناك لبعض الضغوطات المتبالة السعودية لكن في النهاية أعتقد الموضوع كله يتعقد أكثر وأكثر والأزم اليمني تتعقد أكثر وأكثر والمعاناة المواطنين تتعقد أكثر أكثر شمالا وجنوبا شكرا لك دكتور علي العبس الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا بالهاتف من برلين أعود إليك سيد الحسيم المعظر على الإطالة في سياق الحديث عن اتفاق الرياض الآن من وجهة نظرك أنت ومن خلال متابعتك ومعلوماتك في الميدان ما هو مصير هذا الاتفاق على ضوء كل هذه التطورات ويعني بوضع الضوء على ما تفضل به ضيفية الكريم من مواقف الأطراف تجاه اتفاق الرياض المبيتة قبل التوقيع والحالي الآن والله المتابع للأحداث يعني هم حاولوا بسط نفوذ المدلس الانتقاري على الأرض في أحداث القصص الماضي واتجهوا بعسكريا في السيطرة على عدن ثم السيطرة على أبيان ثم السيطرة على شبوة وبدأ انكسار هذا المشروع في شبوة ووصلت قوات القيش إلى مداخل عدن ثم تدخل طيران أماراتي وقصف هذا القيش توردت الأمارات في هذا القصف العلاني إلى هذا القيش فما كان منهم إلا أن يظهروا بمظهر قديد هم المملكة العربية السعودية على أنهم حمائم سلام بهذا الاتفاق المزيف الذي هو حبل على ورق على الأرض لم يطبقوا منه أي شيء وحاولوا إنقاذ هذا المجلس وشرعنته بحيث يشقوا بطن الشرعية ويدخلوا في بطن الشرعية ويريدوا منه فقط الشق السياسي هو الاعتراف في المجلس وهنا أنا أختلف مع ضيفك الكريم الدكتور عبد العنسي الذي قال أن المجلس حصل على اعتراف لا الاعتراف يكون عند تنفيذ الاتفاق عند تشكيل الحكومة عند إشراك في الحكومة عند حصول على حقائب وزارية عند حصول على شرعية هنا يكون اعترف بها دولية أما الآن هو لا زال في الانشياء خارق نطاق الشرعية ولا يعترف بها دوليا ولا يعترف بها عالميا ولا عربيا لكن ألم فيما يتعلق بالنقاط التي طرحها ضيف العبسي هي لأنه ليس معد موجودا حتى وضح هذه النقطة ربما هو قال أن الشرعية تحاول أيضا التمصل من الاتفاق باعتباره فرض عليها من قبل السعودية وكانت هناك الكثير من الأحاديث في ذلك الوقت عند التوقيع على اتفاق الرياض على أنه بالفعل هذا الاتفاق يشرع ما قم به المجلس الانتقالي في ذلك الوقت الشرعية قبلت بهذا الاتفاق على مضب يعني باعتبر أن هذا المجلس يعني حارب الشرعية وأخرجها من عدن فهي لم تكن راقبة في شرعنة هذا المجلس لكن هي قبلت بشرط أن هذا المجلس يتخلى عن مليشياتها العسكرية وتندمج في أطار وزارة الانتفاع ووزارة الداخلية بشرط أنها يسلم السلاح في الدولة فلما قال تطبيق على الميدان رفض هذا المجلس لا سلم السلاح ولا اعترم بالدولة ولا دخل المليشيات أبقىها على ما هي عليه لن دمجة يزارة الدفاع ولن دمجة يزارة الداخلية فحينئذن هم من عرغل اتفاق الرياضة المشرعية فطبقت اللي عليها نزل رئيس الوزراء إلى عدد انسحبت القوات اللائتة من مارة وشبوة إلى مواقعها العسكرية التزمت بكل البنود المنصة عليها من اتفاق الرياضة فلما جئ إلى الشق العسكري الخاص بالانتقالي وهو تسليم السلاح والاندماج في بزارة الدفاع والداخلية هو الذي يرفض ذلك فاضطرت الشرعية إلى أن تتدخل العسكريين وتحسموا الأمور في عدن وزحفت بقوات عسكرية إلى شغرة كانت طابقة وسينها وأدماء في فر الدولة في عدن وأعادت هيبتها لكن حينئذن تدخل التحالف الذي يريد الصراع أن يبقى وهدت الشرعية بغسط طيران ما أدى إلى توقف العملية العسكرية وبدأ الحوار من جديد يعني مع معه ولعمة أطفال كما يقال يعني يبدو أن هناك دائرة مغلقة يعني تمضي بها اليمن وهنا أعود إليك دكتور عبدالباقي الشمسة أن تتحدث عن تيار وطني للخروج من هذا الوضع هناك مسؤولية يقول كثيرون ملقاة على عاتق النخبة السياسية أو النخبة بشكل عام في سياق الخروج من اليمنيين من المكان الذي هم فيه من هذا النفق المظلم كما يقول كثيرون لكن ما هي الخطوات العملية في هذا السياق أولا دعني أعلق بشكل سريع بالنسبة للأخ العبسي تحدث عن أن السعودية أعلنت التسويق الخارجي ولكنها على المستوى العملية العسكرية مستمرة نتفق معه مع هذا لكن هذه العملية العسكرية لن مستمرة صحيح ولكنها لن تتقدم باتجاه تحقيق الأهداف المعلنة بمعنى استعادة صنعاء أو تحسين مواقع السلطة أو حتى عودة السلطة إلى جغرافي بالتالي الهدف بقاء اليمن رخو وأعود للتعليق على الأخ العزيز الحسني عندما قال لم يحقق الاعتراف طالما قبلت السلطة الشرعية بالتوقيع والقلوس مع المجلس الانتقالي فإنها منحته يعني ما يسمى اعترافا ضمنيا بأنه قوة موجودة في الأرض وهي تتفاوض معه هو سيدخل الآن في حوار الحلقة المفرغة يعني سيدخل في حوارات بأنها غير شرعية تعود الحكومة لكن في الأخير هو كل يوم يفرغ في الجغرافية وهذا خطأ استراتيجي أنت قلت هناك معمع نحن ليسنا في معمع نحن أمام استراتيجية واضحة ومحددة علينا أن نواجهها باستراتيجية وهذه الاستراتيجية كانت مفترض أنها تقوم على السلطة الشرعية أن تتخذ مواقف على سبيل المثال يعني تحدث الضيخ عن قصف القيش الوطني من الإمارات تحدث عن دعم كل هذا معروف كان بالأحرى هذه السلطة أن تطلب خروج الإمارات بغض النظر عن الاتفاقية مع ولاية المتحدة الأمريكية لمكابعة الإرام خروجها من الجنغرية اليمنية يعابت علاقتها بالسعودية فرض هيمنتها إلغاء إلقاء قررت حاسمة عزل الموظف مهما كانت الظروف لن تكون أسوى من ذلك طالما هذه السلطة الآن لا يعول عليها إذن ليس لدينا فرص كثيرة السوء أن يتتحرك الكتلة الوطنية التاريخية بمعنى أن يتحرك وطنيا لإيجاد تجمعات مطالب ترفض ما يخطط له البرلمان يستطيع حتى يجتمع على مستوى الفيديو كونفرنس يعني ليس بالضرورة ويستعمل موقع ويعلن يقول ليس بالضرورة أن يجتمع في حال أنه مهدد ويهدد بالداخل يستطيع يلتقي بالفيديو كونفرنس ويعمل ضقة ويعمل تواصلات ويرفض ويحرج ودول التحالف والسلطة الشرعية يعني يجب أن نتحرك لا يمكن أن يكون سلطة شرعية لازم تجتمع في الداخل وتقعد تنتظر حتى يحدث سماح لها من السعودية يمكن يجب أن يجتمعون بالداخل يعودون جماعات ويجتمعون في مارب مهما كانت التأهيدات بالتالي علينا نحن اليمنيين كثيرة الشعب اليمني بعد سلس سنوات حتى انتقاد غير قادر على تعبيته لو قلت يقف مع السلطة الشرعية لا يتقبئ مع المجلس الانتقال لا يتقبئ مع الحوثيين أيضا لا يتقبئ بالتالي كيف يمكن أن نجد هذه الكتلة الوطنية التي تحاول أن تجد نقط لأن الآن السلطة إذا أردنا أن نعب الجماهير يعني السلطة لم تقدم لهم شيء لا في خدمات في القنوب وهو مدروس في حرب الخدمات ولم تستطيع أن ترفع حصار تعز أو تدافع عن تعز أو تصدر قرارات تعيين تستقيب طلعات الشعب اليمني ذلك الحل هو علينا نحن مهما كانت الفعل بسيط إعلامي علينا أن نتحرك كحركة وطنية لإحداث حراك غير ذلك نحن ننتظر بقية الاستراتيجية بقية الاستراتيجية واضحة اتفاقية استوك هولم هناك اتفاقية أخرى تعيد العلاقة مع السلطة هناك سلطة ستظل مجموعة سلطة في الجغرافية اليمني وهذا هدف يلتقي مع السعودية والإمارات لأنها تريد البقاء وحتى مع الأمريكان الذين يريدون أيضا هناك روسيا أعلنت عن رغبتها في أيضا التواجد في الجغرافية اليمنية ولكن هناك اتفاق بين الملك سلمان والرئيس الروسي زمان يعني حدث عند القرار في 2016 بمعنى أنه لكم سوريا ويعود اليمن لكن الروس ربما يغيروا رأيهم بالعودة الأمريكان سيدخلوا من باب الإرهاب سيكون هناك فراغات هناك تعدد سلط هذا يسمح لبريطانيا ولأمريكا بالتواجد العسكري لمكافحة داعش تنظيم القاعدة وكل هذه المسوغات للتدخل بالجغرافية اليمنية هذا يعني أن الشعب اليمني سيظل يعيش بحد أدنى متعدد سلط لعقدة وعقدين وحتى ثلاثة عقود لماذا ننتظر أن ينفذ هذه الاستراتيجية دون فعل نحن كنا خدعنا لمدة عام ونص أو عامين من دول التحالف وكان بالأحرى منذ الشهود الأولى نحدث قطيعا مع دول التحالف ظلينا فترا نهاجم الإمارات ونغازل السعودية ونحن نعلم أنهم صحيح لهم مصالح أو قد تضارب المصالح لكن لديهم كما قلت في أول الحلقة هناك اتفاق يعني على بعض الأهداف بغض النظر عن المصالح أو صراعها هو إنهاء السلطة الشرعية وإضعافها تزديئة الجغرافية اليمنية إلى هويتين وأكثر هذا هدف استراتيجي لإيران والحوثيين وللسعودية والإمارات والمجلس الانتقالي هؤلاء يخططون لهذا علينا أن نضع استراتيجيات ولا نقوم بردة أفعال يعني لنأخذ يعني هل نحن نحتاج حتى الآن تفسير لماذا السعودية تتحاور مع الحوثيين وتبحث عن نقض الاتصال بعيد عن السلطة الشرعية لماذا لم تدخل عندما منعت رئيس الحكومة هل السعودية غير قادرة على الضغط أو عودة رئيس الحكومة إلى منطقة أخرى إلى مارب ومن ثم إلى عدن هل تستطيع تعطي الضوء الأخضر والدعم لتقدم الجيش الوطني والضغط على المجلس الانتقالي وبالتحت مبرر إنقاذ الشعب اليمني وإدخال مسنع عادات بالتالي نحن أمام كارثة ووطنية كثير من العوامل تستطيع لكن هي تريد أيضا تجعل السلطة الشرعية دليلة وضعيفة وتطالب السعودية ويتم المسؤولين اليمنيين يتواصلون بالتليفون قد يردون عليهم وقد لا للطلب بمطالبهم أصحاب الحق فيها للعودة أو لعدم العودة أو الطيران نحن أمام استراتيجيات قوية لا يمكن أن نتعامل معها بردد فعل أو نتعامل معها بقرار سعودي ثم نتخذ قرار ونفسر القرار استراتيجية واضحة وعلينا التحرك في إطار هذه الرؤية بأننا السلطة ارتكبت كارثة وطنية في عدم القطع مع السعودية والإمارات في وقت مبكر وأنا كنت أكد لك أن كان بالإمكان لهذه السلطة أن تعتمد على ذاتها وقدراتها لإنهاء الإنقلاب ولبس سلطتها في القنوب أكثر من اعتمادها على أو حتى كانت تستعيم بدولة تحالف شهرين وتلغي ذلك التحالف لكن كانت تقريبا خاضعة وعديمة الرؤية ونحن الآن في هذا الواقع دسوبي دكتور عبدالقادر دكتور عبدالباقي دكتور عبدالباقي ونحن الآن في هذا الواقع الحالي ونحن نتحدث أيضا عن الأفكار سيد الحسني ما هي الأفكار لديك في سياق الحديث عن المخرج لما هو حال اليمنيين اليوم والله الصوت الأحرار وصوت الثوار وصوت البنكرين لهذه التجاوزات في اليوم للتحالف يعني كرة الثلق تكبر يوما بعد يوم ونحن نعول على كل الشرفاء على كل القادة على كل الساسة على كل الإعلاميين الذين تخندقوا في هذا الخندق وإن كنا نرى أن في بوادر في طباط الجيش الوطني أنهم يعني يقول لهم موقف واضح وصلب واسسل تلتفى الناس حولهم إذا لم يكن هناك قرار متكامل سياسي عسكري إعلامي ويقول لهذا حاضن شعبي نحن سنصدم مشاريع كبيرة في البلد فعلى هذا يجب عنه رسل صفوق وتشاور بصورة مكتملة بحيث لا يتم الإنقضاء عليه وإجهاض هذا المشروع على البطني أما بالنسبة لهارم السلطة في الشرعية فإنها للأسف الشديد يعني يثبت كل يوم يعني ضعفه وخوره وانبطاحه للقرار السعودي وآخرها كان يعني يتقدم الجيش نحن عدن الذي كان سيكون مبصري وتقيير واضح في البرنامج في الإيمان وبسط نرفوذ الدولة والسلطة ومؤساة الدولة فعندما تدخر خالد بن سلمان في اللحظات الأخيرة ومنع الجيش من التقدم يتضح لكل الذي يعاقل أن هذه السلطة يعني زوعة للقرار من قبل الأمملكة العربية السعودية فهنا كما أقول لك نحن نعوّل على هذا الصوت من كل الاتجاهات سواء كان في الشقة العسكري الموجود في الجيش المطني سواء كان في الشقة السياسي الموجود في جناح الصغور في الشرعية سواء كان في الإعلاميين في السلاسة في الدولة الماسيجيين في آخر هذه الأصوات الحرة التي تتكاثر يوم بعد يوم والذي أيضا لها قبول شعبوي كبير وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون التغيير قريبا شكرا لك سيد عادل حسن الناشط السياسي والحقوقي كنت معنا عبر السكايب من سلطنة عمان شكرا لك بالعودة إليك دكتور عبد الباقي يعني إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ولم تتحرك هذه يعني لم يتحرك الفاعلون الوطنيون في سياق أو في سبيل إنهاء هذه الأزمة ما هي مخاطر السمرار الوضع على ما هو عليه بوجهة قذرك أتفق أولا مع الأخي الحسني على يعني نلتقي مع بعض فيما يسمى بالكتلة الوطنية أو الفاعل الوطني متعدد الجماعات العسكرية والسياسية وإلى آخر هذا أعتقد أحد الخيارات التي أصبحت نقول ليس متاحة أتكاد تكون الوحيدة الآن أمامنا بالنسبة للوضع كما قلت لك إذا استمرنا على هذه الشاكلة وأحب قبل ما أختم يعني هم قد قاموا بتكفيف الموارد السلطة الشرعية قاموا بتحكم بالمرتبات هذا كله بهدف ماذا؟ بهدف شل استقلالية القرار اليمني أو حتى إذا في انتفاضات في الجيش الوطني لأن المرتبات تأتي من مصادر معروفة هي دول التحالف وسلطة ضعيفة لذلك أعتقد المخرج إذا استمرنا دون إحداث حراك ولو تدريجي يتراكم لأن هناك احتقانات هناك ووطنية هناك رفض هناك وعي الشعب اليمني ليس فقط نقب الشعب اليمني برمته لديه وعي ويدرك ما الذي يحدث في ذلك إذا استمرنا في ذلك سيتم إنهاء السلطة الشرعية وفي مرحلة ما سيتم نقل السلطة إلى مؤتمر دولي تقاسم فيها المجلس الانتقالي والحوثيين القوة لأنهم القوتين العسكريتين على مستوى الواقع وسندخل في تشطيئة الجغرافية اليمنية لكن هذا ليس على مستوى عشر سنوات خمس سنوات هذا على مستوى أبعد لأن هناك كثير من الدراسات الدولية تقول أن الإمارات حتى في حالة توصل إلى تسوية لن تنسح بالسعودية والإمارات من الجغرافيات التي لها تواجد فيها عسكري أو حتى استثماري ولهذا إذا وقدت سلطة شرعية يعني أننا ستعتبر هذا العقود غشري وبالتالي هم يريدون بقاء اليمن واستنزافها لعقد وعقدين لذلك لماذا نحن نشاهد ونستشرف هذا الواقع وهذه الاستراتيجيات ولا نتحرك الكلفة ستكون أكبر كما كنا ننتظر قبل ثلاث سنوات نلقي خطابات ونحن ندرك ما الذي يخطط الآن علينا في الداخل وحتى العسكرية والإعكمة على الذات ولهناك تقارب دولية اعتمدت على الذات حتى في عرف عصابات لإنهاء المشاريع الداخلية والخارجية لأن سلطة شرعية هذه نحن نسقطها من أي خيار لاستعابة السلطة علينا نحن أن نحدف الكتلة الوطنية متعددة المكونات العسكرية والسياسية والإعلامية وأيضا الفكرية شكرا لك دكتور عبدالبقي بحامل اجتماعي جماعيري شكرا لك دكتور عبدالبقي شامسا إذا نستدعي من الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء كنت معنا عبر السكايب من هولندا في حلقة اليوم كما هو الشكر موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابع والإنصاط في ختم هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقة من العمل الفني والتحريري في أمان الله اشتركوا في القناة